قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إنه لا جديد فيما يتعلق بتسليم إسرائيل صفقة قنابل تزن ألفين رطلة مشيرا إلى أن المسألة ما زالت قيد المرادعة وأضاف ميلر أن واشنطن لا تريد أن ترى أي هجمات على المدنيين في غزة وأنه لا يوجد ما يبرر الهجمات على المدنيين وأشار إلى أن بلاده تواصل الضغطة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وأن القضايا العالقة في المفاوضات يمكن حلها